اشتركوا في القناة محافظة سهاج التشهد بالسواد يعني طبعا لوفات الأربع شهداء من المحافظة وإن شاء الله يا رب الأحداث دي تقف وما تتكررش تاني ونشعارفين لحد إمتى هيفضل يسقط شهداء على أرض مصر صباح الخير يا ريهان صباح الخير يا إيمان صباح الخير على كل مشاهدينا وطبعا تعزينا لكل شهداء الوطن اللي سقطوا مبارح وبيسقطوا دايما النهاردة 16 مارس 2014 16 مارس ده اللي ممكن مشكل للناس تكون عارفة هو عيد المرأة المصرية كل سنة وكل امرأة مصرية بهية وعفية وقوية ودايما قادرة على التغيير وأعتقد المرأة المصرية من قديم الأزل هي لها دور في النضال الوطني وده كمان اترسخ أكتر وبين أكتر وظهر أكتر من أول منذ ثورة 19 والحد كمان امتداد لثورة يناير و30 يونيو. المرأة المصرية بتحتفل كل سنة في 16 مارس بعدها لكن أعتقد الاحتفال لن يكتمل إلا لما المرأة المصرية فعلا تبقى ماشي في الشارع بأمان بدون تحرش لا تتعرض للختان يكون كل المجال الانتخابية والبرلمانية وكل الكينات اللي موجودة في مؤسسات الدولة فعلا بالنص يعني تمثيل المرأة يكون بالشكل اللائق لها واللائق لمكانتها واللائق لدورها اللي كان من زمان ولسه لا يزال مستمرة. أنا بس عايزة أقول معلومة يمكن مش كتير ناس يعرفوها ليه 16 مارس بالذات هو عيد المرأة المصرية. عيد المرأة المصرية هو بيتواكب مع سقوط أول شهيدة مصرية في مظاهرات 1919 وهي السيدة حميدة خليل. كانت خرجت مظاهرات نسائية زي ما كلنا عارفين طبعا كل فئات الشاب في ثورة 19 خرجت زي ثورة يناير وزي 30 يونيو. كانت بقيادة المناضلة العظيمة طبعا هو شعراوي. فسقطت أول شهيدة مصرية هي حميدة خليل. ومن وقتها يعني خلاص بقت الناس بتتذكر 16 مارس ده هو عيد أو يوم المرأة المصرية. نتمنى طبعا أكيد إيمان اللي احنا نحتفل به في يوم الأيام وتكون المرأة أخذ حقها كامل في كل المجالات. وقدرة تمشي في الشارع بحريتها. نحن ما بيناش عارفين نمشي في الشارع للأسف دلوقتي. أكيد كلنا بنعاني من هذه المشكلة. بس احنا للأسف ما عندناش فقرة عن الموضوع ده النهاردة. لأن فيه يعني أحداث كتيرة جدا. واللي حصل مبارح للشهداء. ما عندناش فرصة للأسف. نحن هتفلنا بيوم المرأة العالمي. هنشوف الفقرات اللي معنا النهاردة هيكون معانا فقرة عن الحالة الأمنية. والتعليق على حادث كمين مسترد. هيكون مع ضيفنا العميد خالد وكاشا الخبير الأمني. عندنا كمان فقرة تانية عن مبادرة أطلقها منذ أيام السيد عمرو موسى. لعودة الإخوان للحياة السياسية. إيه هي تفاصيل هذه المبادرة. وما هي إمكانية تحقيقها بعد كل الأحداث اللي بتحصل في مصر دي. وأحداث العنف المتولية. هل المجتمع قادر على احتواء الإخوان مرة أخرى. ولا أصبح خلاص ده ضرب من الخيال. تفتكي أن بعد ألان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأعلانها كمان في السعودية. أنها ممكن ترجع للحياة السياسية. وأن ممكن المصريين يتقبلوها مرة أخرى. والفكرة اللي هو كمان التضارف في المواقف. يعني تتعلن جماعة إرهابية ونخلص. يا إما تنضم الحياة سياسية. مش عارفة إزاي. بس بعد ألانها جماعة إرهابية. قلنا تصالح معها. وبعد اللي حصل مبارح ولي بيحصل دايما ده. الشعب المصري يتقبلها مرة تانية؟ لا طبعا. مش عارفة إزاي ده ممكن يحصل. نسمع تفاصيل المبادرة دي ونفهم وجهة النظر. قبل أن نحكم على أي شيء. أكيد سيكون معنا فقرة النهاردة. مع أستاذ محمد سعد خيرال المتحدث الإعلامي. للجابهة الشعبية لمناهضة إخوانة مصر. وكمان مع أستاذ طارق محمود المستشار القانوني. للجابهة الشعبية لمناهضة إخوانة مصر. وعن مستقبل الجابهة في ظل الظروف السياسية الحالية. معنا كمان الفقرة الاقتصادية الأسبوعية. اللي بتكون معنا كل يوم حد. وحتكون نهاردة مع دكتور هشام إبراهيم. أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. بعد الفاصل لفقرة الصحافة. ونتابعها نهاردة مع الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري. انتظرونا.